ألقى مدراء ثمان شركات صينية كلمات تحدثوا فيها عن عملهم خلال فترة مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد وكيف تأثرت أنشطة الانتاج والتشغيل بالوباء كما قالوا إن السفارة وقنصلية الصين نظمة اجتماعات ونقاشات معهم في هذه الفترة الدقيقة وهذا يعكس رعاية الحزب والحكومة لموظفي الشركات الصينية وقد أعربوا عن شكرهم للحزب والحكومة على هذا الدعم هذا وتنول القنصل العام الصيني ليشو خانج حالة الوباء في الإمارات وقدر عاليا العمل الذي قامت به الشركة الصينية في الإمارات للتعامل مع الوباء خلال هذه الفترة كما شكرها على تبرعاتها التي قدمتها للوطن الأم لمكافحة الوباء وأكد على أمله في أن تواصل الشركات الصينية في متابعة حالة الوباء والاهتمام بأعمال الوقاية منه والسيطرة عليه داخل الشركات وذلك لضمان سلامة الموظفين وصحتهم ومن جانبه أدل السفير الصيني ني جينغ ببيان ختمي أكد فيه على أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة والإدارات المحلية ذات الصلاة تول اهتماما بالغا بسلامة وصحة الموظفين في الشركات الصينية في الخارج ولا طالما حافظت السفارة والقنصلية العامة في الإمارات على سلامة الجميع وطلبت من الجانب الإماراتي ضمان صحة وسلامة ومصالح الجالية الصينية المقيمة في الإمارات هدف عقد الاجتماع هو التعلم من بعضنا البعض حول خبرة مكافحة الوباء والسيطرة عليه وطرح كل النقاط المتعلقة بهذا الأمر لدفع أعمال مكافحة الوباء والسيطرة عليه واستمرار العمل والإنتاج للشركات الصينية المتواجدة في الإمارات بشكل جيد